ترجمة نانسي قنقر وأشار معاليه في كلمته أمام المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى أن مملكة البحرين مستمرة في البناء على ما تحقق من منجزات وتخطو خطوات متقدمة على صعيد تطوير قطاع تقنية المعلومات مهنئا معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بالتكريم والاحتفاء العربية رفيعة إن موضوع هذا المؤتمر هام ومحوري ويعطي بعد جديد للتعاون العربي وهو البعد البرلماني في تحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي حيث تقع علينا مسؤولية وضع مجموعة من المبادئ التي يمكن أن يعتمد عليها أو تعتمد عليها عملية صنع القرار فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي كل ذلك يتطلب تشكيل مجموعات عمل مؤلفة من قبراء الذكاء الاصطناعي وقادة الأعمال وأصحاب المصرحة الرئيسيين لمساعدة البرلمانيين على وضع السياسات الخاصة بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتنظيمه بما في ذلك تحديد حالات الاستخدام التجاري والحكومي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتعيين الأدوار والمسؤوليات وتفعيل المسائلة والحفاظ على الخصوصية والأمن أصحاب المعالي إن موضوع الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة يحظى باهتمام برلماني عربي ودولي إلا أننا ننتهز هذا التجمع العربي المهم للتأكيد على تضامننا ودعمنا التام للقضايا العربية المشتركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر